الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكون نعب برام الدهبيد من الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليوم 4 دجمبر 2021 أبهني الأب الفاضل الرئيس عمره اليالي على شي من مغالطات وش من المزايدات وش من الشائعات تتناولها شي من الوساط اللي عادة نتعيش على توتير العلاقات بين مكونات الشعب الموريتاني وتبعها اللنظمة وتعيش مملي على الشائعات والتوترات بين الدولة الموريتانية ودول الجواء وتبعها مملي للنظمة اللي قاصرة الفهم وقاصرة النظر وقاصرة الطموح العلاقات الموريتانيين بيناتهم وقاصرة الطموح مملي العلاقات الموريتانية مع دول مجاورة وهذه المزايدات تركز على الأحداث اللي خلقت في بابابي يوم 28 نوفمبر الماضي وعلم اللي وقايع الانجاز اللي خلق روسه عن طريق الجسر المشترك بين موريتانيا والشقيق السيني هذا الحدثين بالنسبة نحن متباينين ولا يربطهم ذاك اليروق وذوك الناس يربطوا به بيناتهم أولا باباب كل سنة تخلق تظاهر جميع انحاء موريتان من طرفش من الأهالي من الموريتانيين يتذكرون آباء وإزواجا وإخوة وأولادا قضوا نحبهم بذيك الأحداث الأليمة خلقت بين القوات المسلحة الموريتانية وقوات الآن آآ بداية الدسعينات واللي الدولة حاولت جبر أضرارها عن طريق الأنظمة اللي تتالت وذيك ساعة ليلة يقير ذاك جبر الأضرار وتظمعت انتهى خلق منه شيء هو خلق منه معروف وله منكور يقير مولي يا الله ذا النظام نظام محمد الشيخ طالبته الناس عنه يكمل ذيك المسيرة لأنه تجبر الناس كامل ذاك يا الله تجبر وياك ينطل الملف ولا يعود بؤر التأزيم العلاقات بين دولة موريتان نظام أي نظام موريتان وشعبه والله أي جزء من شعبه هذا هو معنى ذيك التظاهرة ولا معنى هنفصال ولا قطط لبحد في هنفصال ذيك افتراعات ولا وراها أي دولة جنبية خاصة دولة سينيقال الشقيقة بل الشباب اللي نعطبوا فماتي خلال صدمات بينهم هم وقوات الأمن أهم بابابي ونحن قطعنا على مستوى وبادرت بعض الحركة النتاقية إيراك ندوا بالعنف يسوى من أين جاي يسوى جاي من عند المتظاهرين يسوى جاي من عند السلطة به اللي ما يلا عود عنده ما يبرره في دولة ديمقراطية يلا حد في دولة ديمقراطية هي الظاهرة بصفة السلمية ويلا القوات قوات الأمن المولئة الموريتانية تعامل مع تظاهرات الله تعامل سلم العلم في ذا ما يلا عود فيه ذيك الشباب اللي نعطبوا هم اللي قاسوا سينيقال الدوا ودكع مقطن عنهم بعلاقاتهم هم الخاصة عدلوا اتصالات بوسائل اعلام خاصة وحرة سينيقالية ما يتابع الحكومة اللي تحت سلطة تبع اللي سينيقال دولة ديمقراطية والاعلام فيها حر ويتناول يقال الاعلام الرسمي السينيقالي ما يتناول ذا كل مور يتناول في الاعلام الحر اللي الدولة ما عنده له سلطة به اللي قاع واحد فيه اللاعب الدولة السينيقالية والنظام السينيقالي والحكومة السينيقالية ولا عنده في الشتوب اللي هذا هو نظامهم السياسي ونظامهم الإعلاني وأنا عن هذه المقالطة اللي تقول عن سينيقال جاءت البابابة وقطعت الأعداد هذا شيء أكل عليه الدهر والشريب ومحاولات ممل ذيك الناس اللي كاسدة تجارتها به اللي نظام الرئيس محمد الشه القزواني ما استثمر في التأزيم بين موريتانيا ودول جوار ولا أعطي إليه رصيد ولا أعطي إليه فضة من تحت الطاولة والله من فوق الطاولة والله من جانب الطاولة ذيك الوساط يا الله لا تعرف عن موريتانيا قطعت خطوة ويا الله تعرف ذيك الوساط مملي ذي الجسر اللي خلق عنه نابع مملي من إرادة الشعبين الموريتاني والسينيقالي إرادتهم اللي جاي على مد التاريخ عن طريق علاقات الشرف بين الشعبين وبين أعيان الشعبين بدءا بالعلاقة السياسية وعلاقة المصاهرة الخلقت بين الأمير محمد الحبيب والأمير نجم بتنبوج وذيك العلاقة مما اللي ضار بعروقها بعروقها فالدين الإسلامي المشترك بين الشعبين وتألق الشخصيات الدينية اللي عقبت عاد في الحدود الموريتانية وراء الاستقلال والشخصيات الدينية اللي عقبت عاد في الحدود اللي عقبت عاد السينيقال وراء ذاك الشيخ مد وبنبا والشيخ سيديا باب والشيخ إبراهيم أنيص ووهل الشيخ سعد بو واللائحة ما اقتصرت على هذا من هذه الشخصيات الإسلامية والشخصيات الإفريقية وهذه المنطقة اللي وصولها وشذورها عقبت عادة الدولتين هاي العلاقات كاملة بينها تبادل التجارب وتبادل المولي التلميت والتبادل القراية في المحاضر والتبادل المولي النهل من الاسترواء من ذاك الدين والعلم الغازير والطرق البناء والسلمية طرق التفقه في الدين عن طريق هذه الأسر كاملة السينيقالية والموليتانية هذا شكل علاقات أكثر من أسرية ويا الله اللي أنا أستعليها كاملين ويا الله كاملين نحيدوا المساس من هذه العلاقة نحيدوا عنه الناس المغرضة كامل والناس اللي دائما تصطاد في المياه العكرة وأنا واسعنا يا الله كاملين رقم مآخذنا لنضاع محمد الشيخ القزواني ورقم رقم تبيين المكامن مكامن العجز والله التقصير في سياسات اللي فات عدد في جميع القطاعات يا الله مولي قطاعات الخلق فيها نجاح يا الله نركز عليها ومركزين على القطاع العلاقات الخارجية تهدي الخلق فيها ورجوع الأمور إلى نصابها ونزع فتيل التوتير فيها اللي كان خالق سابقه فيه أرياحينا كاملين وفيه مكاسبنا كاملين وفيه مصالح أننا كاملين ويا الله أن أيدوه في هذه النجاحات خاصة هذا الجسر وتهديئة العلاقات بين دول الجوار والموليتان يسوى المملكة المغربية يسوى دولة الجزائر الشقيقة يسوى السينيغال السينيغال اللي نحن وهي أسرة وحدة ويا الله العلاقات الخارجية وذلك ينقال لهم اللي ملف الجيش الوطني هذا أمرين يا الله يخلى من التجاذبات السياسية ويا الله الاستثمار فيهم اللي إيجويست اللي بعض أناني من طرث الأقطاب السياسية والله ذوك المناورين السياسيين يا الله يتوقف وتوف ويا الله يخلى ذو المجالين مجال الجيش مجال العلاقات الخارجية يا الله يخلى من مجال الرئيس الجمهوري يسوى أي رئيس ويا الله الناس تتحافر في ذاك اللي دون ذاك كامل هذا هو يا الله وهذا هو موقف نحن اللي متمسكين به والمطالب الحقوقية الأخرى تأني الدولة وتأني النظام ولا عندها علاقة بذي الأمور الأخرى وتحية العلاقهات الموريتانية السينيقالية والسلام عليكم ورحمة الله